اشتركوا في القناة مثل انباء الاماراتية ومن هذه الرسالة تتعلق بالعلاقات الوخوية وسبل تعزيزها وتطويرها الى افاق ارحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهم الشقيقين لمواصلة التنمية والتقدمة بحسب الوكالة بين شيخ محمد بن زيد النهيان تسلم الرسالة خلال استقباله في ابو ربيا لناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين في الخارج الذي نقل الى سموه تحيات اخيه الملك محمد السادس وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الامارات وشعبها مزيدا من الرخاء والازدهارة ووثقا للمصدر ذاتي فان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حمل بوريطا تحياته الى الملك محمد السادس واطيب تمنياته للمملكة والشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والنماء ولفت المصدر الى ان وكالة الانباء الاماراتية اشارت الى ان الشيخ محمد بن زيد النهيان تبحت مع ناصر بوريطا خلال هذا اللقاء حول سبول تعزيز علاقات التعاون التنائية والعمل المشترك في مختلف المجالات الحيوية بما في ذلك مجال الرياضة والشباب وامكانات توسيعه الى مجالات اشمل تخدم جهود تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدامة في البلدين الشقيقين وتطرق هذا اللقاء الى تحضيرات دولة الامارات لاستضافة مؤتمر الاطراء في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن التغير المناخي كوبا 28 مشيرة الى ان ذلك جار بحضور الشيخ محمد بن زيد بن طحنون النهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وخليفة شهين المرر وزير الدولة ومن الجانب المغربي فوزي القجعة الوزير المنتدب المكلب الميزانية وكان الملك محمد السادس قد وجه رسالتين خطيتين الى كل من الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر الى الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة اهل سعودة ولي العهد السعودية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء